نضم إلينا الآن دكتور أحمد عشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني برحب بك يا فندم يا أهلا بحضرتك يا فندم كنت معينا الأسبوع اللي فات تقريبا وساعتها قلت لي أنه القضية السكانية هي زيها زي الإرهاب في الضمر والخراب وأنه هي قضية أمن قومي لابد أن نحن نلاقي حلول غير تقليدية حلول خارج السندوق علشان نقدر أن نحن نحد من هذه الأزمة النهاردة النقاش داخل هذه اللجنة لجنة القضية السكانية إيه اللي تم فيها وأهم التوصيات اللي خرجنا بها وفي الحقيقة النهاردة طبعا يمكن الجلسيتين اللي كانوا خاصين بالقضية السكانية امتدوا على مدار ثمان ساعات يعني أكثر من الوقت المحدد فيهم واتكلمنا كان عدد أكثر من حوالي 150 متحدث تحدثوا في خلال الجلسيتين هناك إجماع وطوافق كامل بين جميع المشاركين اليوم من مختلف الطائرات السياسية والخبراء والمتخصصين على أن احنا فعلا بنواجه مشكلة كبيرة ستمثل في زيادة معدلات النمو السكاني وفيه توافق كامل بين جميع المشاركين في الحوارة اليوم على أن القضية السكانية لا تختلف على الإطلاق عن المخاصص الخاصة بالإرهاب وأن تداعيات القضية السكانية بترقب إزلالها على المشاكل الاقتصادية برماتها كلها مما فيها طبعا والمعدل النمو الاقتصادي وما إلى ذلك ومساق ومساق مشاكل التعليم وحاجات كتير جدا فيما يخص المحور المجتمعي بالكامل أو المحور للإطلاق كثير من المتخصصين طبعا اطبقوا على أن أسباب الزيادة السكانية أسباب ثابتة ومحددة ومعروفة ونتكلم عنها من سنة 1965 أكثر من عشر استراتيجيات اتعملت على مدار السكانين اللي فاتت ولكن الاستراتيجية التي تتعامل نفسها ما في التنفس احنا مش محتاجين استراتيجية كديدة احنا محتاجين أن احنا نعليجها في طوال المستجدات الموجودة دلوقتي واللي احنا حطين كدين عليها احنا عندنا استراتيجية عشرين تلاتين وعندنا يعني عندنا أكتر من استراتيجية زي ما حابقوا تقول ولكن زي ما كان بيقول لنا دكتور عاطف محتاجين قرارات تنفيذية بالضبط تنافذ على أرض الواقع طيب كل الكلام ده مهم جدا يا دكتور أحمد ولكن مش هيتم دون تفاعل المواطن وانا لازم اقنعه لازم يكون مقتنعا ده خطر الستيريو تايب الصورة الزهنية الخاطئة الثقافة الخاطئة في بعض الأماكن لازم تتغير دكتور أحمد المتعلقة بالعزوة المتعلقة بأنه صورة المرأة نفسها أن هي مجرد تناسل دي مشكلة لازم نحلها برضو مع المواطن نفسه عشان نقدر أن احنا نحد من هذه الأزمة حضرتك احنا النهاردة كل الكلام ده تطبقنا ديه وكان معانا يعني عدد كبير جدا برضو من الخبراء والمتخصصين مش على مستوى القاهرة والفيدة لا على مستوى جميع محافظات مصر بما فيها شمال سينا وجنوب سينا والمينيا وأسيوت كل واحد برضو عارف ايه المشاكل القاصة ومحافظته لأن القضية السكنية من المشاكل اللي تم التوافق على أنها لا تحلل شكل مركزي لا مركزية في عداكها بتختلف عاداته طرقلية اللي هيتنفس في الصعيد غير في الإسكندرية غير القاهرة أكيد بالضبط برضو كتير طوافق عن اللي لابد من التدخل التشريعي التدخل التشريعي في تجريم الزواج في سن تغير زي 12 سنة و10 سنين والحاجات دي بتحدث لما بتحدث الزجاج في سن تغير بتأثر على الأم وبتأثر على المولود نفسه بيطلع برضو الخصائص الصحية ما بتبقاش متكاملة وبيبقى في مشاكل صحية بتؤثر برضو عليه وعلى الأجيال اللي هتيجي بعدينه واللي بفضارس بعدينه فتيجي توافق على أنه لابد من التدخل التشريعي لابد من أن دور المجلس القومي للسكان يبقى دور مستقد بعيداً عن أي وزارة وبعيداً عن أي شيء المجلس القومي للأمومة والطفولة وكانت الأعظم للأمومة والطفولة يدعى رئيس القوميرية حتى يولى انتبام القومي الكل طوافك على أنه لابد من طوافر الإرادة السياسية لابد من التوعية الدينية وكان موجود معنا ممثلين من برضو ممثلين من الأزهر أكادوا أنه ما فيش أي مانع ديني في مصيب الأسرة ما فيش مانع ديني طب الكلام ده عندنا اعتفادات لو إحنا كمان عندنا يا فندم تجربة نجحة في أكتر من مكان عندنا في تونس عندنا في باكستان في تغسطان مثلاً لجأوا إلى يعني رجال الدين على سبيل المثال إيران حلتها عن طريق رجال الدين ماليزيا برضو نفس النظام تونس الخطاب الديني ده أود أن يكون فيه جزء موجه برضو في مخاطر الوضع السكاني اللي أوشك على الانفجار مخاطره علينا اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وفي جميع المجالات يعني يبدي تأثير وضع علينا فيه برضو إصفات بين جميع المشاركين على أن الاهتمام بالتعليم وخصوصاً أن يكون هناك مادة تظهر لتخلال مراحل التعليم الأساسي والتعليم مهم بالذات للمرأة أنا طبعاً بشكرك وهي دي نقطة هتكلم محدك فيها دكتور أحمد عشور مقرر مساعد لجنة القضية السوقنية بالحوال الوطني ترجمة نانسي قنقر